اهل ممكن ان ارحب ليهم كده وبعدين حراك تبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. نرحب بحضراتكم. انا اسمي شريب كاشك. استاذ فندستة منصورة ومساعد وزير التعليم العالي للحكام الزكية. ان شاء الله النهاردة لينا الشرف ان احنا نكون حضراتكم لاطلاق الشراكة ما بين وزار التعليم العالي وامازون اي دابل او اس بهدف رفع كفاءة مدين في التعليم بواجه عام بدل نظر على المكان بتاعه. وفي نفس الوقت الهدف الرئيسي من رفع الكفاءة دي او تغيير الالية بالربط بالشركات العالمية. اللي زي ما نقوله كده ما بين الطالب اللي بنخرجه. والسوق العمل نحاول نعمل لها باقل ما يمكن. الحقيقة الشراكة دي مع امازون اي دابل او اس اللي استعداد لها اخد وقت طويل جدا. وحابب اشكر امازون اي دابل او اس على البرامج اللي هي وفرتها اللي بتغطي ثلاث محاول رئيسية في الكلاود كومبيوتينج والاي وفي الديتا اناليتكس. بهدف تقديم برامج تدريبية وتوفير ريسورسز على الكلاود باستخدام هذه البرامج في مجموعة من البرامج. اربع برامج هيتكلم عليهم بالتفصيل. الدكتور محمد هيتكلم عليهم بالتفصيل. ولكنهم بدون دخول في تفاصيلهم هو بيغطوا السيكل كاملة. السيكل كاملة من ناحية اللي هو تدريب بعض التدريس والهيئة المعاونة من جهة توفير الماتيريا لاثناء التدريس للمواد دي. من جهة اعداد كريكلم من البداية خالص والمساعدة في اعداده من جهة تدريب العاملين في القطاع الاي تي في الجامعة. الاربع متراكات دول بيغطوا تقريبا كل كل المحاور الخاصة بالاي سي تي في الجامعة فيما يقص التلات مع عناصر تدريبية دول اللي هم الكلاود والاي اعايب والديتا انالاتيكس. طيب احنا هاردة الهدف بتاعنا هيبقى عرض البرامج. عرض الاتفاق ده عناصر ايه. وفيه عشان الاتفاق ده ينجح ويكون له تأثير كبير. طبعا مدة الاتفاقية دي تلات سنوات. والتدريب مش صغير يعني البرنامج الواحد ما بيقلش عن سيمستر. سيمستر كامل تدريب اه وهو يعني هو مش مش فيديوهاته بتفرج عليها كده وخلص. فازاي نخلي ده ننجح. فده بالتعاون بتاع حضراتكم. محتاجين وده يعني بلغنا اللي نسادر قصة الجماعات بس انا عايز متابعة حضراتكم فيه تنفيزه. محتاجين فوكال بوينت من كل جامعة. بحيث ما دي نعمل ايفنت نعمل حاجة عايزين نوصل رسالة للجامعة. هيكون هو الاقدر ان هو يتعامل معي مع الجامعة بحيث الرسالة توصل بشكل سريع. لان ممكن في احيانا نحتاج ان حد ياخد اجهازة بحيث ان يقدر ياخد التدريب. انس كانت فترته تبقى في اوقات العمل الرسمية. فمحتاجين فوكال بوينت ده قبل ما نبدأ البرنامج التدريبي على حسب التايم لاين اللي هيستطيع يتم استعراضه دلوقتي. فمحتاجين ده نقطة البداية نبقى عندنا الفوكال بوينت ده اللي هيبقى هو نقطة التواصل فيما يخص هذا البرنامج. فيعني ارجو ان يبقى يكون فيه تواصل مع استاذ دكتور رئيس الجامعة بحيث ان هو يمدنا. طبعا تمت المخاطبة ولكن مجاش حدود حتى هذه دي. حتى هذه اللحظة. انا بشكركم بحضراتكم مرة تانية على التوجه دي النهاردة. اتمنى ان احنا جميعا نتظافر ان احنا البرنامج ده يكون نموذج ناجح سواء في طريقة اقدرته واء 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 للحصول على الاهداف. احنا بنترجط يعني مش بترجط البرنامج ده يطلع بالاف بل عشرات الالاف من المتدربين في نهايته في نهاية الثلاث سنوات. فده مش هيتم غير بليه بالدعم بتاع حضراتكم. وهو زي مولتا حضراتكم يغطي اعضاء تدريس طلاب عاملين. فبيغطي كل حاجة ايه. اه في الجامعة. اه مرة تانية انا حابد اه اشكر اه دكتور محمد يوسف شخصيا وامازون اي دابل يو اس على المجهود اللي بازلوه. واشكر كمان زملائي في في الوزارة على المجهود الكبير اللي هم بيفزلوه عشان البرو جرام ده يرى النور وينتج عنه في الاخر يعني اجيال قادرة على ايه اه 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 تحقيق متطلبات سوق العالم. اشكركم مرة تانية حضراتكم. باشكر اه اتفاضل تانية حمد لبحيث ان احنا ايه ما نعطلش وقت اكتر من كده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور واشارف لنا التعاون مع حضرتك ومع الوزارة ومع فريق العمل كاملا طبعا. اه في البداية احب ارحب بحضرتك وجميعا. وقدم لكم نفسي انا اسمي محمد يوسف. اه مسؤول عن البيزنس ديبروبمنت في الجلوبال اديكيشن تيم في ميد الايست ونورث افريكا. انا مقيم في الامارات ولكني موجود في مصر بصفة دائمة يعني بصفة شهرية. وطبعا ليه الشرف ان انا اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت كلها. مع الوزارة في اعداد هذا البرنامج نتمنى ان شاء الله يكون مفيد لكافة العناصر زي ما تكرم دكتور شريف واد. في البداية بس انا احابب قدي خلفية عن ايه اللي بنعمله كجلوبال اديكيشن وايه اللي احنا بنقدمه بشكل عام وطريقة عملنا ازاي. ووصلين لغاية فين النهاردة وبعد كده هنتكلم عن الاجريمن بتفاصيلها طبعا والمحاول كلها. سريعا احنا الاجريمن بيساعد الفريق العامل في الاجريمن بيساعد في عملية الاجريمن بشكل عام للاجريمن. وبنركز فيها وبنتعاون مع كافة عناصرها يعني سواء كانت العضاء التدريس ومعاونيهم كل العناصر في الاخر عشان نوصل الهدف الاسمة اللي هو هده خريج طالب من من الجامعة مؤهل كاملا لسوق العمل في وظائف لها احتياج. وبنركز طبعا في ممتنا بشكل اساسي على دعم اعضاء تدريس ومعاونيهم وبناء مهاراتهم المتصلة بصناعة التكنولوجيا المعلومية. بنشتغل بشكل اساسي ووثيق على الجامعات وبنشتغل مع عضاء التدريس ومعاونيهم في جميع انحاء العالم لتطوير مهاراتهم التكنولوجيا وتمكنهم في الربط الطلاب بالمهارات المطلوبة اللي بتتركز على التكنولوجيا بحيث ان هو يبقى خريج قوي مؤهل جاهد لسوق العمل مش محتاج ان هو يخش حاجة بعد كده او ياخد اي نوع من انواع التدريب المتخصص بعدين. طيب بنبتدي او بنفكر ازاي؟ بنعتبر دايما النقص اللي في مجال طبعا المهارات السحابية بشكل عام والتقنية مصدر كبير جدا للعديد من العملاء والشركات على مستوى العالم وفعليا ده عائق رئيسي للتطوير التكنولوجيا وتحاول رقمي في العالم مش بس في مصر فللمساعدة في مواجهة التحدي ده احنا انشأنا نموذج اسمه لتمكين الحكومات وانظام التعليم والمنظمات التعليمية والمنظمات الخيرية كمان انهم يقدروا يقدموا مسارات قيمة على مهارات خاصة بوظائف تقنية لطلاقهم علشان يتمكن اصحاب العمل والشركات من تلبية احتاجات التوظيف اللي موجودة عندهم ودعم عمل الحقيقة في داتا بوينتز كتيرة يعني بتثبت ذلك طبعا دي امثلة ليها مش عايز اخش في تفاصيلها بس يعني ده كبريف لفكرة السكيلز جاب اللي موجودة طيب بالتعاون مع منظمات تعليمية او مؤسسات حكومية على مستوى العالم ودي امثلة منها طبعا ابتدلنا نفورم او نشكل طريقة التعاون ما بيننا وما بين الانستيوشنز دي وانا بنتكلم عن الاكاديميك الانستيوشنز بسلا بنتكلم كمان عن منظمات حكومية في بعض الاحيان امثلة كتيرة موجودة عندنا بتبتدي من اول ان احنا بمجرد التعاون في برامج الاكاديمية اللي موجودة او او من خلال تعمق اكتر وده زي الموديل اللي احنا بننفذه بالتعاون طبعا مع وزارة التعليم العالي في اكتر من محور امثلة عديدة جدا منها في اوروبا في اسيا في امريكا في دول الخليج والحقيقة التعاونات دي كلها مصمرة حتى لو بنتكلم عن مرزمات زي برسن يعني النهاردة بقى فيه موجودة تعادل بعض الستيوشنز اللي بتقدمها البرامج اللي احنا بنعملها بحيس ان يقدر الشباب او الطلبة يتنقلوا في الجماعات اللي بتقبلها البرسن كواليفيكيشن اكروس يوروب مسلا فده شكل التعاون او شكل الاشكال اللي احنا بنقدمها بتقدي طبعا زي ما قلت من مجرد كورس او عبطو جراديوويشن ديجري ممكن يكون ديبلوما ممكن يكون ممكن يكون اندر جراديويت بروغرام ممكن يكون بوست جراديويت ديبلوما مسالة كتيرة من انها مثال زي سوينبيرن انفرستي في استراليا بنقدم معاهم يور ثري ييرز بروغرام في الداتا والداتا اناليتكس مسالة اخرى زي من منطقتنا والحياة اللي انا بعتز بيها لان اشتغلت فيها بنفسي مع جامعة البحرين كلاود كومبيوتين ديجري لمدة اربع سنين وشبهها بالضبط تقريبا وربليكيتت فيه كليات التقنية العليا في الامراض نتمنى ان شاء الله ان يكون عندنا مثل هذه النماذج اللي بتأهل ولادنا واخواتنا الصغارين لسوق العمل بلا جاعة طيب الانجيجمنت موضل بتاعنا كان شكله عامل ازاي حقيقة في جون السنة الماضية عملنا دراسة مكثبة على منطقة الشرق الاوسط واختصينا بعض الدول بعينها من ضمنها مصر دراسة دي جبنا تيرد بورتي هي اللي قامت بيها شفنا فعليا اشتغلنا بالطريقة اللي احنا بنقول ان احنا مشتغل بيها الانجيج من النيتز اللي موجودة الحقيقية والديماند اللي موجود في الماركت الانجيج انتعاملت لأكتر من 33000 روب بوستنج للأرلي كارين تالنت والأرلي كارين تالنت هنا هنتكلم من 0-3 سنوات يعني من صفر لتلات سنين الوظائف اللي بتطلب هذا النوع من المدة دي من الانجيج الحقيقة لقينا data points كتيرة جدا ومفيدة جدا وفي الاول وفي الاخر هي عشان نبني بيها النوع التعاون مع هذي الدول وطبعا على قائمتها مصر ليه احنا ملتزمين بالعمل في هذا؟ لان في الاخر احنا بنسمع للكاسم الاسطانة وبنشوف المؤسسات اللي في القطاع العام او القطاع الخاص بشكل عام بيوجهوا فجوة كبيرة جدا في المهارات الرقمية بشكل عام ومهارات السحابية بشكل خاص وطبعا التكنولوجيات النشاية AWS Takes Alliance بنستثمر في أبحاث بيانات الطلب لتحديد المهارات بنقدم وبنشتغل على مقربة مع البيانات دي والمؤسساثات التعالمية فان احنا نقدم برامج وخابرات لتمكين المؤسسات التعليمية ان هي تتضمن المهارات دي في برامج الدراسة اللي موجودة النهاردة وموجودة كمان في المستقبل لان بنبتدي نعمل برويكشن وفوركاستنج للدماند اللي ممكن يكون موجود بشكل عام بحيث ان الطالب حتى لو اننا النهاردة بتكلم انا هابلاي البرامج النهاردة بعد 3 سنين او بعد 4 سنين الطالب ده هيتخرج فبالتالي يبقى فعلا لي الاحتياج بتاعهم طيب الفعلي ان احنا لقينا طبعا ده يعني تخصصات مختلفة ومتطلبات مختلفة بس حبينا نركز بشكل اكبر على المتطلبات اللي احنا نقدر نساعد فيها وفي نفس الوقت اللي فعلا فيها احتياج عالي في الماركد فلاقينا ان ذكر الحسابة السحابية وتبنرجة النشاعة باستمرار موجود باعتبارها طبعا اهم المهارات اللي بيحتاجة اصحاب العمل النهاردة وخاصة طبعا في المنطقة ومصر بشكل اخص بتعد طبعا كمان البرمجة والبرمجيات بشكل عام دعم تكنولوجيا معلومات تصور وتحليل البيانات من اهم النقاط اللي بنشتغل طبعا واحتياج لها في سوق العمل باستخدام بقى الاشارات دي بنبتدي نشتغل وبنلتزم مع الحكومات في اعداد المؤسسات والمعلمين والطلاب للمهارات اللي بيحتاجها الماركد ببساطة شديدة فمن هنا احنا مش باديين من من سكراتش احنا باديين من احتياج حقيقي جاي من من دراسة واضحة عارفين احتياجاتها طيب بنقوم بده ازاي بشكل عام من خلال البرامج الاكاديمية اللي احنا بنقدمها مجموعة كبيرة فيه جزء منها بيتارجت الكتولف او الارلي ايجز يعني زي ما بنقول وفيه طبعا مجموعة بتتارجت الطلبة في الجامعات او الطلبة الخارجية بشكل عام دي اسماءها بغض النظر انا اسماءها هي كلها عبارة عن انا اقدر استفاد منها وطور مهارات الطلبة بتاعتي مش بس كده بنقوم بعملية ربط ما بنسق العمل في حاجة بنسميها بتبقى الترجم بتاعها ان احنا نشو الامبليورز الشركات اللي عايزة توظف معانا واللي مجوينة بتاك امكانيات الطلاب دي بشكل عملي وشكل اوقع امثلة ليها بنعمل حاجة اسمها AWS جام ده عبارة عن ايفنت بيبقى فيه solving challenge على تكنولوجي معاينة او 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 use case معاينة على AWS وبالتالي ده بيوري قد ايه مهارة الطلاب اللي تم تدريبهم بنعمل competitions على مستوى البلاد ومستوى العالم اعلى اشهر competitions اللي احنا بنعملها وموجودة وقائمة على مستوى العالم اسمها AWS دي بريسر دي بريسر ده بيستخدم الAI والامال التكنولوجي والايثن لانجوش عشان اترين فييكل ام 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 ودي مسبقة من اشهر المسبقات وان شاء الله هيتم تنفيزها كجزء من البرنامج في مصر ام بشكل ام مخصص وعلى مستوى الجامعات ومستوى المناطق الجهورفية وعلى مستوى الجمهورية ان شاء الله وليها طبعا جوائز وصفورت قوي من مجموعة من الشركاء لنا في المبادرة الجيم دايز بتبقى كل ليرنر بيحاول ان هو يحل المشكلة دي يعني ما لا صح بيبقى فيها جزء اكتر كترابل شوتيج وده بيوري قيمة النورج اللي موجودة عند الطالب دي مجموعة من الإفنس اللي ممكن طبعا اللي هيتم تنفذها خلال التلات سنين بشكل عام على مستوى الجمهورية وبشكل طبعا منصق مع زي ما دكتور شريف قال في كافة الجامعات نفذنا بعض المسابقات او الاكتابيتز اللي زي كده طبعا خلال الفترة اللي فاتت كان بالتعاون مع وزارة التعليم وغوستت كان في بنعة مثلا كان اول سمارت سيتي حكثون لطلبة الجامعات الحقيقة كان مشرف جدا من معدل البرتسيبيشن وكان طبعا فيه سمونسر شاب من اسامي كبيرة زي السويدي ديجيتال وبنك الاهلي وورنج نفذنا بعد كده بالتزامن مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ السنة الماضية بتعاون مع وزارتها الاتصالات طوية التعليم العالي وكان الحقيقة برضو مشرف جدا لانه كان بيختص وبيتارجت الطلاب في في المنطقة بشكل عام مش بس مصر يعني في البلاد العربية وبلاد الافريقية نفذنا رودشول للمودرين بالتعاون مع جامعات مصرية وجامعات عربية في المنطقة برضو دي امثلة للحاجات اللي تمت طبعا يعني دي امثلة فقط لغير وليس البلان اللي احنا هننفذها معها حقيقة في في جون السنة الحالية طب طبعا توقيع الاتفاقية مع ازارة التعليم العالي بحضور وتكريم معالي الوزير وطبعا بإدارة استاذ الدكتور شريف كيشك وكانت جزء من ويدر على مستوى العالم من اي دابليو اس للتيك اللايانسز واختصت فعليا للاناسمين دي وكانت مصر سبقها الحقيقة في ده معانا اطلاق الفكرة العامة كاتيك اللايانس في امريكا واسبانيا ومصر فقط بالتارجة 3800 الف ليرنر ان شاء الله في خلال التلات سنين القادمين والتعاون مع الامبلويرز والجوفرمنت اجنسيز والورد فورس ديفلوفمنت ارجانيشنز لتعيينهم دي بعض الامثلة برضو للنماذج اللي تمت قبل كده الحقيقة خلال التلات سنين الماضيين يعني كان لنا الشرف ان احنا نساعد فيه تهيئة اكتر من 13 الف طالب وطالبة وخريج في عدة برامج وفي عدة يعني نقدر نقول مبادرات سواء كانت مع وزارة الاتصالات او وزارة التعليم العالي شارك بجزء كبير جدا طبعا الجامعات المصرية زي ما احنا شايفين مجموعة كبيرة على اي اتنين وتسعين جامعة بشكل عني. طيب انتقالا للي كان بيتكلم عليه دكتور شريف الحقيقة احنا خلال السنتين الماضيين دول فعلا قدرنا نوصل لفريمورج كامل بالتعاون مع الوزارة وتعاون مع سوق العمل نفسه الجامعات طبعا والترينج اشتغل معنا من خلال وزارة التعليم العالي والافليتس ليها سواء كانت الجامعات الحكومية او الجامعات الخاصة الجامعات التكنولوجية الجامعات طبعا الاحلية نشتغل للسادة اعضاء التدريس محاونيهم في كافة الجامعات المذكورة وطبعا نكونكت الخرجيين من البرامج دي بالامبلويرز حتى الان معانا اكتر من 20 امبلوير دي امثلة ولمازج منها بيساعدونا بيتعاونوا معانا ككونسورتيوم واحد كايد واحدة عشان نخرج ولاد وشباب مؤهلين وجهزين لسوق العمل بعض من هذين المؤسسات هي فروح لشركات اجنبية مصر بعض من المؤسسات دي قريدي جهة شركات مصرية وليها فروح برا مصر فبالتالي بنكسبوز الشباب لأكسبينيس مختلفة الشركات دي الحقيقة بتساعدنا في حيات كتيرة جدا بتدي فيدباك على كوريكلم بتدي فيدباك على امبلويمنت اوبرتينيتز بتدي انترنشيب بتدي جايدنس بتدي كوتشينج بتنزل تشتغل معانا على الارض على المشكورين بيجتهدوا للصالح العام في الاخر اللي بيساعدهم في عملهم مفيش شك توفر الكفاءات والمهارات المطلوبة اكيد ده شيء طيب النهاردة احنا بنلونش بقى البروجرام وايه هي الفكرة وايه هو البروجرام البروجرام هو عبارة عن اكاديميك هاب الاكاديميك هاب ده زي ما تكرم الاستاذ الدكتور شريف كيشك بيغطي الاربع اطراف الرئاسيين في المنظور الاكاديميك ستاف بما في اعضاء التدريس ومعاونيهم الجامعات الانستيوشنز بشكل عام سواء كانت كلية او معهد او جهة متخصصة في التعليم تابعة لوزارة التعليم الاعالي طبعا المجلس الاعلى للجامعات الجزء التالت وهو الكوريكلم نفسه وهوي سابورت والجزء الاخير طبعا الاي سي تي ستاف اللي بيساعدونا في كافة المنظومة دي فهو 360 ديجري بروجرام عشان كده بنقول عليه ان هو هاب بيشمل الحقيقة اسيتس وريسورسس بتفيد كل الاطراف فانتكلم باستفادة على كل بروجرام يعني عن تارجة كل فئة ازاي الاكاديميك ستاف برجرام هو عبارة عن احنا من الابلأ ما ما سوف نتكلم في السلايد الجاية عليها تبعا بتفصيل يعني فيه في سلايد تفاصيلية لكل واحدة وشكلها عامل ازاي الاكاديميك السيوشن برجرام وهنا دي النقطة اللي كان بيتكلم عليها دكتور شريف ان احنا محتاجيني بقى فيه فوكل بوينتف كونتكت حد مسؤول عن الهب ده في الجامعة ومشكورين طبعا نتمنى ان احنا يكون معنا في الكورت الاول نتكلم يعني هي الكورت الاول دايما مجموعة كبيرة من الجامعات والكوريكيلم ديفارابمنت بروجرم وده من اللي احنا هنشتغل فيه على مع الوزارة على تشكيل لجنة متخصصة هتشتغل معانا في احنا بنقدمها عشان نبني يعني متكلم على برنامج لمدة سنتين او اربع سنوات يتم تنفيذه في الكليات والجامعات المصرية متخصص في الكلاود او الاميرجين تكنولوجيز زي الاي اي زي الامال زي الاصفة والداتا ساينز او الاصفة والداتا ساينز زي او البرنامج ده او البرامج دي بيتكون مبنية على احتياج فعلي من زي ما احنا اتكلمنا قبل جدا وفي الاخر طبعا بتركز فيها وفوكس فيها على اللي هيكونوا بيساعدونا من كافة الجهات سواء من الجامعات او اي جهة طبعة لوزارة التعليم العالي والبحث العالي. كده نستفيد اكتر في الاكاديمكستاب بروجرام. الاكاديمكستاب بروجرام هو عبارة عن جين. هنشتغل عليها مع حضراتكم. وحنرعي فيها دايما كافة الظروف من اختلاف التخصصات. اختلاف مواعيد العمل بحيث ان نساعد في ان احنا نقرب اكتر ونفهم اكتر كلاود واميرجان تكنولوجيس. ده هي بقى اكسكلوسيف وبنارز وفري كيوان اي سيشنز ووفيس مع اي دابلي اس اكسبرتيز. اكسبرتيز في مجال التعليم خاصة واكسبرتيز في مجال التكنولوجي طبعا بشكل ادق. البيان دي هتكافر مختلفة تكنولوجي ونون يعني. مختلفة تكنيكال ونون تكنيكال طبيكس. هتكامل في الاخر الهدف بتاعنا ان انا اقدر اوصل لبست امبليابل جاديوت عندي فندي لحضرتك هذه السيشنز او لحضراتك وطبعا هذه السيشنز والاسيتس اللي بتساعد في ده فنتكلم الكهورت حيبا مدته حوالي 13 اسبوع اللي هو السيبستر تقريبا 3 شهور اللي بنكلم ان احنا هيبقى فيه دليفري لاكتر من 60 سيشن هيكون فيه هانزون لابس هيكون فيه كومبيتيشنز ايبن ما بين اعضاء هاي التدريس و اعضارها يوم معهنا انسنتفز و برايزز دي السادة للمشتركين هنعمل ريجنال ميت اوب فيزيكال عشان نبقى فيه شيرينج نوليج و اكتيفتي يو هانزون كمان فيه الريجنال ميت اوب دي بلاس طبعا الحاجة المهمة ان انا كونكت مع الاكسبرتيز و ازاي ان انا استخدم ده وطبعا اكسس هندردز اوف سلف بيز ليرنينج اسيتس بلاس كل ده بالاضافة الى ان انا حقدر اكسس طبعا ال اي دابل اس كلاود و اقدر استخدمها فيه التعليم بتاعي من خلال البرامج الاكاديمي اللي اتكلمنا عليها ده بشكل عام هيكون فيه بريسات كالندر كاملة بعد بيتقفل التسجيل هيتم التواصل مع حضراتكو بالايميل طبعا بتديكوا القاتل بموعد ب passe古 تسجيل بكل التفاصيل و طبعا كل الكلام بدون سطنعها تكون على الايميال اللي حضراتكو ان شاء الله هنتسجلوا بيه و هيجي نقطة التسجيل بعد بنتكلم على البي طيب الجزء التاني او البرنامج التاني هو الاكاديميك انسيوشنز بروغرام ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي محتمين دي فوق البوينت اوف كونتك زي ما تكرم دكتور شريف وذكر لانه هو عيب نقطة الحوار او نقطة التواصل ما بيننا وما بين ما بين الوزارة وما بين الجامعة او ما بين الكلية ممكن جدا يبقى فيه بوينت اوف كونتك لكل كلية عارفين حجم الكليات خاصة الحكومية وبالتالي ممكن كمان يبقى فوق البوينت اوف كونتك بالكلية مسؤولياته هتكون هو المسؤول عن الكمانيكيشن ميلي وعن الانبوردنج للإديكيترز على الليرنينج اسيتس اللي احنا بنتديها لان في الاول وفي الاخر احنا بنتدي اسيتس تقدر بملايين الدولارات فبالتالي لازم يؤتمن حد عليها في المؤسسة وبالتالي هو اللي هيكون مسؤول عن الانبوردنج وطبعا البرامج دي بتقافيل مجموعة كبيرة من اهم الاسيتس اللي هي الريدي تو تيتش كريكليمز هانزون براكتيكال لابز وطبعا اكسس لأهم حاجة نقدر نقول عليها البراكتيكال لابز اللي هي الاكاديمي للمان لابز هنتكلم عن كل طبعا برنامج ورجسفريشن بتاعتها بعد ما نشرح كل البرامج في رابط او اوفر فيو عنها الجزء الخاص بالكوريكليم ديفالوب من بروجرام هنا بنتكلم ان هيتم الترشيح للسادة عضوها يتدريس المجالين طبعا في ان هما يبقوا عضاء من لجنة سيتم اعتمادها من المجلس الاعلى للجماعات ووزارة التعليم العالي بحيث انها هتبقى هي دي فوق اللي تعيش معنا كل الجرني دي الجرني دي نتكلم فيه جرني لمدة 6 شهور اه 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 حنشتغل فيها ان احنا نصبورت وطبعا بيتم فيها او بنساعد في ازاي نعمل ال lavoro اللي احنا متحتاجينها في البرنامج الدراسي ممكن جدا ان يبقى مجرد تطور يعني مش شرط يبقى ان انا باعتمد برنامج كامل جديد لا ده انا باعدل في البرنامج او في اللايحة بتاعتي عشان تتماشى مع الاحتياج الفعلي وده حسب طبعا اللواحي اللي موجودة فيه جامعات حضراتكم طبعا بيبقى فيها اعضاية الكوناجشن مع الكميونيتي ومع الاندستري مع الامبلويرز لانهما بطرف كبير جدا معنا في هذه الرحلة وفي النهاية بيبتدي نعمل زي يعني دائما بيبقى فيه للبروغرام ده بشكل مستمر ومتابعة وناخد فيه باك على اللي تم تنفيزه بحيث ان نشوف افضل الطرق اللي تؤهل في الاخر الهدف اللي احنا عايزين نوصله البروغرام اللي الرابع والاخير هو اللي ببقى مين اللي بركز على الائتي سطوف وده من امباور الناشنال كابوليتز طبعا في الكلود كمبيوتين فيلد وانا احنا بنتكلم على الكلود كمبيوتين مش بنتكلم بس على فكرة الكمبيوتو ستورج يعني اللي احنا بنتكلم على شكل اوسع واقيم من الكلود سورفيسز اللي بتغطي كافة التكنولوجيات خاصة التكنولوجيات اللي هتساعد طبعا سواء كان انا بانكلمانت حاجة في مؤسستي او ان انا بعلم حاجة لزملائي البرنامج ده بيكون كورت لمدة اربع شهور ونص مراعيين في ان السادة الاي سي تي سطوف اللي موجودين في الكليات طبعا بيشتغلوا فحيكون في طلبات تفرق في اوقات التدريب هو عبارة عن ستاشر يوم تدريبي في الفترة ككلها عن راعي طبعا التوزيع الجغرافي فبالتالي هتكون كلها مع اكسبورتيز من اي وطبعا كلها مركزة بشكل اكبر على الهانزون اللي فيها الاجمالي بتاع البرنامج اربعة وستين ساعة هيكون فيه عشان يس المتخلات والمقراجات مش كل السادة اللي هتفضلوا هيتم قابلهم فليه علشان اه ال اه الى انا اه منموم اه برسنتج اه وبالتالي يجب ان انا اوصل لده وبالتالي اقدر اخش البرنامج وبعد كده بعد ما اخلص ال او يعني هناخد الافضل وخش معنا برنامج اه تدريبي اه مكثف في اه سرتيفيكيشن ليفل وبالتالي يحصل كمان على كومبنسيشن بالنهاية ويقدر يكتاز طبعا بورت مهم جدا هنا احنا بنتكلم ان كل دي دي دارتلي فروم اي دابلو اس اكسبرتيز مع سولوشن اركت اكسبرتز في كل الاريس بتاعتهم وده حديني دارة اكسس معهم طبعا يفني في عملي بشكل اكبر دي كده الاربع برامج بشكل عام حيكون فيه ان شاء الله سيريس اوف ويبينارز بتتكلم عن كل برنامج بتفصيل اكتر حنبعت السيريس دي وطبعا كل حد في تخصصه حيبتدي يجوين الويبينار حسب احتياجه المفروض ان شاء الله سيريس اوف ويبينارز دي الاسبوع القادم حنبعتها طبعا بكرة لكل السادة اللي كانوا عاملين ريجستريشن وحسب احتياج حضراتكو بتقدر تجوين وتفهم اكتر البرنامج شكله ايه او تسأل بشكل اكتر ايه اذا بقى ويبينارز صغيرة جدا لمدة ساعة نص ساعة بنشرح التفصيل الاكتر للبرنامج وبعد كده بنفتح هينصها طيب الطايم لاين او شكل الطايم لاين عبارا ايه احنا رأينا ان احنا بنتكلم دايما على سنة اكاديمية فبالتالي السمستر بنشتغل قدام السمستر الاكاديمية بشكل متماشي معاها السمستر الاول حتني من اول اكتوبر لديسمبر السمستر التاني هيكون من فبراير لابريل السمستر التالت هيكون في الصيف من جون لوبست بحيث ان احنا كده يعني عندنا لسنة بنغطي فيها التالت برامج طيب مين اللي بنتكلم الاكاديميك ستوف بروجرام والاكاديميك دول اللي هموماشيين معاها في كل سمستر يعني هنفتح التسجيل ان شاء الله بعد الويبنار ده هترك هتاخدوا اللينك وتقدروا تعملوا فورا في حين استكمال الابليكيشن طبعا والله انو هنتكلم عليه بالتفصيل على كورت كل كورت حيبقى بناخد فيه مجموعة بحيث انها تتماشى مع الكاباستي اللي احنا عايزين نعمل لها ديليفري لانه والفكرة احنا بنفوكس اكتر على الكواليتي مش الكوانتيتي فبالتالي كل كورت حيباليه كاباستي هنفتح التسجيل لفترة ويتقفل وبالتالي بعديها يبقى خدنا مجموعة يتم التنفيذ معها ونقف شوية لها شوية يناير ونفتح تاني لمجموعة تانية وهكذا حيث ان احنا كمان نقدر ننفذ نوع من السيربس لكل كورت شكل الكورت او الانتيكس ده هيكون في الاكاديمي ستار بروجرام والاكاديمي كنستيوشن بروجرام الكوريكلم ده هيبقى بير نومانيشن من الجامعة بتاع حضرتك او الكلية هتحركك للوزارة بشكل مباشر وحيكون النومانيشن عن طريق الايميل مش عن طريق رجستريشن يعني ايه نومانيشن عاجبت نومانيشن انت بتبقى جزء من لجنة المشكلة لتنفيذ عملية للكوريكلم ديفيراتمنت سايكل دي هتكون ممتدة على مدار سايبين سيمستر اذا تم الاحتياج لها لان هتكون على تلات طرق الطريقة الاولى هي اما انا بعمل اللايمنت لمادة واحدة فقط من لايحة او ان انا بعمل بروجرام كامل فروم سكراتش وهروح اعمل له ابروفل من المجلس الاعلى للجامعات ومن لجنة القطاع والاخره او ان انا بعمل او تطوير لاجزيستنج بروجرام وبالتالي مش محتاج ان انا اخش سايكل الابوفل اخيرا وليس اخرا الاي تي ستاب بروجرام هيبقى متقسم على توكورت زي ما قلنا اربع شهر ونص السادة الافاضل طبعا اللي هيقدموا عليه هيجيلهم ايميل بالبري اساسمنت ديت البي اساسمنت هتبقى اونلاين بري اساسمنت مشهورين في معاد معين هيخش ويعملوا بي اساسمنت وبناء عليها هيتم اختيار المجموعة الاولى اللي هتخش معنا في السمستر الاول او في الكورت الاولى وهكذا في الكورت التالي ايه الاكشن المطلوب من حضرات اول حاجة انا الاكاديميك ستاب بروجرام ده شخصي انا بقدم بنفسي عشان اقدم انا محتاج ان انا اخش على البورتك ان شاء الله هنعرضه دلوقتي حالا ونشوف الريجيستريشن بروتشت لها من ازاي وعندنا ديت لاين ريجيستريشن يوم سبعتار سبتمبر الاكسابتنس حيجي لحضرتك على الايميل مشكورا يوم اربعة عشر ستة عام ونبتدي فورا يوم واحد اكتوبر ان شاء الله الاكاديميك ستاب بروجرام وده اللي بنتكلم في ان هو هيبقى لكل البرامج بشكل عام ومسؤول عن الان بوردنج طبعا بشكل اخص لكافة الخاصة بنفس الفكرة ده انا لازم هكون مفوض من الجامعة وعندي بتاع يوم سبعتار سبتمبر والاكسابتنس بتاعنا برضو هيطلع يوم اربعة عشر سبتمبر في نفس التوقيت. الكوريكول ان شاء الله برضو نفس الفكرة عن حتاج ان احنا نقدم جواباتنا بنفس بطريقة بنفس السيكونس ونبتدي السيكل ان شاء الله في اول اكتوبر او ممكن يتم تأجلها لحين الفورميشن للكوماتي نفسها نظرا للترتيبات المطلوبة مع الوزارة والمجلس الاعلى اللي جاء علي. اخيرا وليس اخيرا الاي سي تي ستاب بروجرام هيكون عندنا طبعا في استخدام يوم سبعتاشر يوم سبعتاشر يوم سبعتاشر حيبعت للناس لأستثمته هتكون الساعة واحدة الدور الأستثمت هتكون اي حد في الاي سي تي ستوف يعني بشكل عام هيقدر يبوش ويبوش بسهولة بسهولة البلادفورم سامبل جدا مجرد ان انا بكتب بياناتي هم حاجة ان انا بستخدم يونيك ايميل طول الجرني يا جماعة احنا يعني ده اليونيك اي دي بتاعنا اليميل ادرس وبناء عليها يوم 18 بنعمل اساسمنت يوم 24 بنعلن بس البداية بتاعته هتكون يوم 8 اكتوبر ان شاء الله الفوكال بوينتوف كونتاكت لازم يكون طبعا طيب هنتكلم على سريعا البرتل هو ده الكيوار كود ده الورال ده انا اقدر اخش عليه دايركت وابتدي اسجل ده شكل الفورم بيانات عادية جدا بطلوبة مع بعض البيانات المهمة اهم حاجة ان انا بعد ما اخش على الاكاديميك هاب بكليك رجستر وبسجل بياناتي كاملة كل البيانات الحقيقة بعد كده ببتدي اقدي بعض البيانات الخاصة بيه اا لو سمحتو الرفيرسي فول نيم او او الافليت النام يكون كامل ما يكونش فيه اختصارات يكون مكتوب كاملا باللغة الانجليزية ال camels here وحاجة مهمة جدا عشان يحصل عليها البريفيكيشن هو يتم قبول حضراتكو ان انا بأبلود اليمبلويمنت افدنس هنتكلم على اليمبلويمنت افدنس حالا هو عبارة عن جواب من الجامعة او الفاكلتي بتاع الحارتك في الفول نيم اه 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 اي ميل ادرس اللي حضرك هتعمل بيه اي مكتوب الجوب رول بالزبط يعني انا مدرس انا انا استاذ انا استاذ مساعد انا معيد انا اي تي دفلوبر انا 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 وتفر المسمى بتاعي حسب البردابي والنومانيشن ابروفل ده مهم جدا يعني ايه الترشيح زي اخطاب ترشيح فبالتالي انا لازم الجهة العمل بتوافق على ترشيحي البرنامج الخاص بيه فبالتالي انا محتاج النهاردة يبقى انا مرشح لبرنامج مثلا الائتي ستاو بروجرام التابع لي وزارة التعليم العالي و او 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 انا او نقطة الاتصال الاساسية لكلية كذا او جامعة كذا وطبعا يكون من الكامعة دي 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 محتوياته الاساسية ليه عشان نقدر نبريفاي الشخص ده لانه طبعا ده بابليك فبالتالي حيتم البريفيكيشن برانه على ده وحيجل حرارك طبعا ايميل في المعاد اللي احنا شرحناه نكمل بقية الابليكيشن وانا انا بكمل باختار البروجرام باختار التكنولوجي دومين بتاعي والفوكس ريه بتاعتي اه اهم حاجه انا انا عندي الابتراتي ثلاثة فقط اللي باختاره الاكاديميكي استاف!!!! الاكاديميكيستاف mano...و الاكاديميكيستيجون الابتراتي استيفاراتي تدعوية ده هيكون بقطاب ترشيح من حضرتك موجه للوزارة بشكل مباشر مش من خلال البرنامج. طيب بعد ما اخترت البرنامج آآ آآ بابتدي اكمل باقية البيانات الى التكنولوج دومين الانتز بتاعك بحس ان احنا نعرف من حضرتك انت اي اريا انت مطلوبة تركز عليها ولا اخره فبالتالي نقدر نفلفي الاحتياجات اللي موجودة كلها. آآ زي ما قلنا الاكاديميك آآ كوريكلم ده هيكون تسجيله بالايميل. وانا هنا حابب قبل ما خش للكيوان اي. هابتدي اعمل ديمو سريع للبورتل. لحضراتكو وطريقة عشان نشوفها كمان بشكل عملي. انا بخش على آآآ سكيلز هب دوت امو واتش ار آآ امو واتش اي اس ار دوت جاف دوت اي جي. وآآ ببتدي آآ اعرف المعلومات الخاصة كلها بتاعتي. آآ طبعا في شرح وافي للبرامج بكل تفاصيلها. آآ لو عملنا كليك بفيل كل الانفورميشن بتاعتي الاسم. انا هقول محمد. آآ لسنين يوسف. آآ فول نيم محمد يوسف سبديل. ايميل هكتب ايميل بتاعي كل موجود على حضراتكو. الجندر هاقطار. اغلبها اختيارات طبعا. الموبايل هكتب طبعا اي رقم. من اسف. وحاختار المحافظة بتاعتي اختار كايرو. مسلا. هنا آآ هكتب اسم الجامعة كامل. استاذا عادكم اسم الجامعة او اسم الفاكلتي كامل. يعني لو لا اكتب الفاكلتي يعني اكتب كايرو. آآ فاكلتي اف انجينيري. مسلا. مسلا. الجوب تايتل بتاعي السيستن بروفاسور. آآ بروفاسور. آآ آآ اسيستن سطوف. آآ آآ ايتي سبيشيليست. آآ سي اي او. آآ ايتي مانجر. هكتب هكتب. هنا بختار الاسكسبيرينس بتاعتي. عسب. آآ من صفر الى خمسين عام او مور دن خمسين عام كمان. بابلود اي افدنس. انا حكتب طبعا اي حاجة هنا مجازا عشان آآ ما ناخدش من وقت لحضراتكم كتير. اي دوكيمنت مجازا. وقول له طبعا هنا انا بابلود اما آآ اي دوكيمنت بي دي اف ايميج. الامج دي سوفورت دي اكستنشنس. نكست. باختار البروجرام بتاعي. اختار الاكاديميك ستاب بروغرام مسلا. اختار التكنولوجي فوكس بتاعي. فين? انا عجب اكتر حاجة انا مركز فيها ايه? في الفترة الحالية او في دراساتي. اختار مسلا. اختار الفوكس اريا. هل انا تيتشينج ولا ريسيرش ان دي بلويمنت. هنا هفتحينها لأكتر من آآ او انا آآ بستخدمها في طبيعة عملية يعني. او طبيعة عملية. اول مسلا ريسيرش ان دي بلوبنت وصمت وانس ان انا عملت صمت. انا كده عملت التقليم. مش محتاج ان انا قدمت هنا. آآ اليونيك اي دي بتاعنا هنا يا جماعة دايما هو اليميل ادرس. فمكشور وانا بكتب الايميل اكتب الايميل اه يعني بدقة. واتأنى في ادخال البيانات. مفيش وجه استعجال. الموضوع مش هاخد مني اكتر من خمس دقيقة. طيب بعد. هنا التسجيل بيحتاج مني طبعا ان انا لازم يكون معي الافدنس الاول. فبالتالي انا محتاج اعمل الافدنس وبعديها اقدم. يعني مش هينفع اخش دلوقتي اقد. الموجود مفتوح لغاية يوم سبعتاشر. حضراتكم تقدروا طبعا مشكورين خلال انها الاسبوع ده والاسبوع الجاي. تاخدوا الموافقة وتقدموا عليها. الموافقة مطلوبة يعني آآ جدا لان هي موضوع ما فيهوش. انا مش محتاج من الاكاديميك ستاف تفرخ. انا محتاج من الاي تي ستاف هيكون فيه مطلوب منهم التفرخ آآ في مدة ستاشر يوم. لكن احنا الراعي الاكاديميك ستاف. وآآ طبعا ان هما صعب جدا تفرخهم. فبالتالي هنعمل الموضوع كشورت ساشنز. وآآ كابسولات. مفروضة معانا طول الايام الاسبوع في اوقات مختلفة. آآ بحيس ان انا اقدر اكاتش. وطبعا كل ساشنز هتكون آآ يعني بشكل او باخر ريكوردد وحضراتكم هيكون لكو اكسس عليها. بحيس ان انا حتى لو فيه ساشن داعك مني اقدر اخشها. آآ الحقيقة احنا هنا هنوقف عند اللحظة دي. وحنبدأ ناخد آآ آآ استفتصارات حضراتكم آآ 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 ما أنا بس اوقف فيديو ربوردين